بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإنسان في أعماله ينطلق من منطلقات متعددة قد يكون الإنسان ينطلق في عمل بداعي شهواني وقد ينطلق من ذلك العمل بداعي عقلاني وقد ينطلق في ذلك العمل من داعي رباني بمعنى أنه إذا ذهب إنسان إلى مكان وأقام الصلاة مثلا لماذا هذا الإنسان صلى لعله يحب الشهرة ويحب الظهور ويحب أن تكون له سمعة جيدة في المجتمع فانطلاق هذا الإنسان في هذا العمل في الصلاة مثلا انطلاق شهواني يعني شهوته لكي يكون له الذكر الحسن أو السمعة الجيدة أو لكي يتقبله الناس بقبول جيد كانت شهوته منطلقا لذلك العمل الصلاة في مثالنا وقد يكون إنسان يذهب ويصلي لا لأجل السمعة ولا لأجل الذكر الحسن وإنما لأنه يجد أن المجتمع لا يتقبل تارك الصلاة الشخص الذي يترك الصلاة في المجتمع يسقط ولا يكون له أي اعتبار فعقله يقول له أنه يجب عليك أن تحافظ على اعتبارك في المجتمع فاذهب وأقم الصلاة أو صلي هذه الصلاة هذا الداعي هو الداعي العقلاني يعني العقل يسير الإنسان لذلك العمل لكي لا يتضرر وهناك إنسان يذهب إلى الصلاة لا بداعي شهواني ولا بداعي عقلاني وإنما بداعي رباني بمعنى أن هذا الإنسان لأن الله عز وجل أمره يذهب ويقيم الصلاة ويصلي لا لأجل أنه يحب الظهور أو لا لأجل أنه يريد دفع الضرر اجتماعي عن نفسه وإنما لأجل كسب مرضات الله عز وجل وامتثالا لأمر الله عز وجل هذا الأمر وهو المنطلقات الثلاث للإنسان في أعماله كما يكون في الصلاة يكون في أي عمل آخر قد الإنسان يعمل ذلك العمل بداعي الشهوة وقد يعمله بداعي الحقل وقد يعمله بداعي الله عز وجل وكسب مرضات الله عز وجل الإخلاص هو أن يأتي الإنسان بالعبادة أو بالطاعة أو بأي عمل آخر لوجه الله عز وجل لا يريد من ذلك العمل جزاء ولا شكور من أحد ولا يريد أن يحصل السمعة الحسنة في المجتمع ولا يريد أن يكون هناك دفع للضرر من نفسه الضرر الاجتماعي وإنما بداعي إلهي فقط حينئذ يكون هذا العمل عملا مخلصا لله والإخلاص بمعنى تجريد العمل من الشوائب نقول هذا الإنسان مخلص في عمله وهذا الإنسان ليس بمخلصا في العمل مع أن العمل واحد هذا يصلي وذاك يصلي هذا يعمل هذا العمل وذاك يعمل نفس العمل والآثار الدنيوية المترتبة على العملين واحدة ولكن انطلاق هذا يختلف عن انطلاق ذاك إذا الإنسان لم يكن الداعي له في العمل داعي إلهي وإنما كان الداعي له للعمل داعي شهواني أو داعي عقلاني فهذا الإنسان لا يستحق ثوابا من الله عز وجل يعني الإنسان الذي يصلي لآجل أن يذكر بذكر حسن هذا الإنسان لا ينبغي له أن يتوقع من الله عز وجل شيئا لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعمل لله عز وجل وإنما أتى بالعمل لشهوته ووصل إلى ما كان يريد يعني الإنسان قد بهذا العمل يحصل سمعة طيبة في المجتمع الإنسان الذي يتظاهر دائما بأفعال الخير لتحصيل السمعة الحسنة في المجتمع يحصل هذه السمعة عادة لأن أكثر الناس لا يعلمون القصد من وراء الأعمال وإنما ينظرون إلى الأعمال بظاهرها فترى الشخص المرائي مثلا له سمعة طيبة في المجتمع فهذا الإنسان بصلاته حصل على ما كان يريد ولأن هذه الصلاة لم تكن لأجل الله عز وجل فما معنى توقعه من الله عز وجل الثواب في يوم القيامة يأتي ويجد أن كل أعماله تحولت إلى هباء منثور لا يستحق أي أجر من الله عز وجل لماذا؟ لأنه كان يريد أن يصل إلى نتيجة وهي إرضاء شهوته ووصل إلى تلك النتيجة وحتى إذا لم يصل إلى تلك النتيجة مثلا كان يريد إرضاء شهوته ولم يتمكن كان يريد السمعة ولم يحصل عليها هذا الإنسان أيضا لا يستحق ثوابا من الله عز وجل لأنه لم يأتي بهذا العمل لأجله سبحانه وتعالى كذلك الإنسان الذي يأتي بالعمل بداعي عقلاني بمعنى أنه كثير من الأحيان يعمل الأعمال لا لأجل أنه يرغب في تلك الأعمال ولا لأجل شهوته حتى تكون دواعي شهوانية وكذلك لا يأتي بالعمل لأجل كسب رضا الله عز وجل ولكن لأنه عنده مكانة اجتماعية يريد الحفاظ على هذه المكانة الاجتماعية ويريد أن لا يترتب عليه ضرر بالغ أو ضرر غير بالغ فيعمل العمل لا لأجل الله عز وجل وكذلك لا لأجل شهوته وإنما لأجل أن يحافظ على مكانته الاجتماعية عقله يقول له حافظ على مكانتك الاجتماعية فامتثالا لأمر العقل يعمل ذلك العمل هذا الإنسان أيضا لا يستحق ثوابا من الله عز وجل لماذا؟ لأن هذا العمل كانت له نتيجة وهو حفظ مكانته الاجتماعية وقد تمكن بهذا العمل الوصول إلى حفظ مكانته الاجتماعية مثل الإنسان مثلا إنسان هذا الإنسان يذهب ويعمل عملا من الصباح إلى المساء لتحصيل أجر وفي المساء يعطى الأجر فحينما يقبض الأجر هل هذا الإنسان يتوقع أجرا من شخص آخر لم يعمل له هذا العمل؟ يعني إذا بناء جاء إلى دار وبنى هذه الدار وفي الليل سلمه صاحب الدار مبلغا من المال كأجره على عمله هل من المعقول أن يتوقع هذا البناء من شخص آخر أن يؤجره مرة أخرى؟ أو إذا صاحب العمل صاحب الدار لم يؤجر هذا العامل هل من الصحيح أن يتوقع هذا العامل من شخص آخر أن يؤجره ويعطيه الأجر؟ هذا العامل جاء وعمل بداع عقلاني لأنه هناك عائلة وراءه أو يحتاج إلى المال فعقله يقول له اذهب وعمل فحينما هذا عمل يحصل الأجر أجر هذا العمل فلا معنى لأن يتوقع من شخص آخر أن يعطيه الأجر في الأعمال المختلفة التي نحن نقوم بها ينبغي أن يكون العمل وخاصة في العبادات مخلصا لوجه الله عز وجل لا نقوم بذلك العمل لأجل إرضاء شهواتنا ولا لأجل أنه انطلاقنا يكون انطلاق عقلي فقط وإنما انطلاقنا يجب أن يكون في ذلك العمل انطلاق رباني إذا كان انطلاقنا انطلاق رباني 100% فحينئذن الله عز وجل بفضله علينا يمنحنا الثواب الجزيل على ذلك العمل وإذا الإنسان دقق في أعماله لعله في كثير من الأحيان يجد أن الأعمال التي يقوم بها فيها شائبة ليست خالصة هناك شوائب من الشهوة أو شوائب من الدواعي العقلانية هي التي تسبب أن يعمل الأعمال وهذا الإنسان حينما يكون هكذا شوائب في يوم القيامة يجد أنه تعب وعمل ولكن عمله ليس له أجر الله عز وجل وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا كما في القرآن الكريم يقال أن شخصا كان هذا الشخص مواظبا على حضور صلاة الجماعة كان دائما يحضر صلاة الجماعة وفي الصف الأول كان دأبه هكذا لسنوات طوال في يوم من الأيام لحادث تأخر عن الصلاة وحينما وصل وجد أن الصف الأول ممتلئ بالناس فاضطر أن يقف في الصفوف الخلفية وحينئذ شعر باستحياء في الصلاة كان يخجل كان يتوهم أن الناس ينظرون إليه كيف أن هذا الإنسان اللي هو ملازم للصف الأول ليس في الصف الأول وبعد الصلاة فكر مع نفسه وتأمل ولذا يقال تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة لأن عبادة سبعين سنة قد يكون فيها خلل وتفكر ساعة قد يصلح الخلل الإنسان يتوصل إلى الصح من الخطأ ويصحح الخلل فتكون أعماله صحيحة في حين أنه إذا بدون تفكر يعبد ويصلي سبعين سنة لعل هذه الصلوات وهذه العبادة كلها باطلة لوجود خلل فيها هذا الشخص فكر لحظات مع نفسه لماذا خجلت أنا وقفت في الصلاة وصليت لماذا شعرت باستحياء وخجل من الناس توصل إلى هذه النتيجة أنه حينما كان يصلي في الصف الأول كان هناك من دواعيه لهذا العمل مدح الناس له بحيث أن الناس ينظرون إليه بأن هذا الإنسان إنسان مؤمن متدين مواظب على صلاة الجماعة وفي الصف الأول يعني اكتشف أن هناك داعي غير رباني وغير إلهي في صلواته السابقة فلذا قال لعل هذه الصلوات كلها كانت باطلة فلذا أعاد صلاة ثلاثين عاما قضاها قضاءا لكي لو كانت تلك الصلوات باطلة باعتبار أنها لم تكن لم يكن الإخلاص كاملا وهناك فيها شائبة مدح الناس له والنظرة الإيجابية من الناس له فلذا أعاد تلك الصلوات قضاءا حتى تكون صلواته مخلصة لوجه الله عز وجل الله عز وجل يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هذه العبادة لا تكون فيها أي شائبة بعض الأحيان نحن نسمع من بعض الناس شبهة أن هناك بعض الكفار من غير المسلمين هؤلاء خدموا الإنسانية والبشرية خدمات جليلة وخدمات كبيرة وهؤلاء لماذا في يوم القيامة لا يستحقون ثوابا من الله عز وجل فلان شخص اخترع اختراعات هذه الاختراعات سهلت حياة مليارات من الناس فلماذا هذا الإنسان لا يستحق ثوابا على الله عز وجل يقال له إن هذا الإنسان بهذا الاختراع ماذا كان يقصد هل كان يقصد أنه يحصل مالا لأن المخترع بعض المخترعين يبيعون اختراعهم ويحصلون مقابل هذا الاقتراع والامتياز مبالغ طائلة من الأموال وبعض المخترعين يصنعون شركات ويؤسسون شركات ويروجون الاختراعهم عبر هذه الشركات ويحصلون على أموال طائلة هذا المخترع إذا كان غرضه تحصيل المال فقد حصل على المال فلماذا يتوقع من الله عز وجل ثوابا أو هذا المخترع باختراعه كان يريد الذكر الحسن يريد أنه الناس في المستقبل يذكرونه بذكر حسن وبالفعل حصل على الذكر الحسن الناس يذكرونه بذكر حسن ويمدحونه وكلما ذكر اسمه أو ذكر في كتاب ذكر بمدح وكالوا إليه المديح فلماذا هذا الإنسان يستحق من الله عز وجل ثوابا؟ ولم يعمل هذا العمل لله عز وجل بل عمل هذا العمل لأجل مال أو سمعة أو لأي شيء آخر ووصل إلى ما كان يريد حصل المال وحصل السمعة وحصل الذكر الحسن فلا يستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا لأن الله عز وجل ما كان يحتاج إلى هذا الإختراع ولم يطلب من هذا الإنسان أن يقوم بالعمل إذا استحق الثواب إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل إذا يريد أن يستحق الثواب على عمله يكون في عمله يريد رضى الله عز وجل ولذا بعض العلماء يقولون الإنسان في كل أعماله إذا كانت أعمال عبادية يعمل ذلك العمل لوجه الله عز وجل والعمل المخلص يكون مقبولا من الله عز وجل بإذنه تعالى كذلك في سار الأمور يقولون حتى في الأمور العادية يعني حتى الإنسان حينما يذهب ويأكل الطعام طبعا أكل الطعام من ضروريات الحياة الإنسان إذا أراد أن يبقى حيا ينبغي عليه أن يأكل الطعام ويتناوله هذا الإنسان إذا أراد أكل الطعام إذا نوى من أكله الطعام كسب رضى الله عز وجل الله عز وجل يجازيه يعني يقصد من هذا من أكل الطعام أنه يتقوى على العبادة الإنسان مثلا في شهر رمضان يأكل السحور لكي يتمكن من الصيام ولكي يتمكن من العبادة كاملة في نهار الشهر حتى لا يستولي عليه الضعف فلا يتمكن من أداء الواجبات والمستحبات فأكل هذا الطعام لأنه صبه في مصب كسب رضى الله عز وجل فالله عز وجل بفضله يعطيه الثواب وكذلك في سائر الأمور العادية فإذا الإنسان في كل أموره حاول أن يكون الأمر لكسب رضى الله عز وجل الله بفضله يعطيه هذا الثواب أما إذا قام بالأعمال العادية لا لأجل رضى الله عز وجل فلا يستحق ثوابا على ذلك العمل نعم إذا الله عز وجل شاء بفضله ولمصلحته أن يعطيه الثواب فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وليس لأجل استحقاق هذا الإنسان فالإنسان دائما لازم يحاول يكون عمله في إخلاص أي شائبة في هذا العمل لتكون موجودة وكثير من الأحيان الإنسان لا يلتفت كما ذكرنا في قصة هذا المصلي في الصف الأول فينبغي عليه أن يحاسب نفسه دائما ويراقب عمله لا يكتفي بأنه يصلي في كل يوم والعبادات يقوم بها في أوقاتها ولكن ينبغي عليه أن يحاسب نفسه ليس منا في الحديث الشريف من لم يحاسب نفسه كل يوم الإنسان كل يوم يحاسب نفسه حتى إذا وجد هناك شوائب يزيل هذه الشوائب أو إذا كانت بوادر لهذه الشوائب يزيل تلك البوادر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر